كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الاسمدة الازوتية وتوفرها للمجارعين واشار مدبولي الى ان الاجتماع يأتي في اطار جهود الدولة لتوفير مختلف مستلزمات الانتاج الزراعي تنفيذا للتوجهات الرئاسية في هذا الصدد تزامنا مع تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتوسع في الاراضي المستصلحة وزيادة الرقع الزراعي على مستوى الجمهورية هذا وصعدت وزارة الزراع واستصلاح الاراضي خلال الاجتماع رؤية الوزارة الخاصة بوضع منظومة متكاملة للأسمدة الازوتية في مصر تضمن القدرة الانتاجية الحالية وحجم الاحتياجات المطلوبة لتلبية متطلبات التوسع في الرقع الزراعية ومؤكدة ان المنظومة الجديدة ستسهم في اتاحة متطلبات التنمية الزراعية